السلام عليكم وهلا والله بالجميع أغلب مستخدمين أنظمة الويندوز بيحبوا يستخدموا المتصفح الأشهر في العالم جوجل كروم وحاله حال نظام الويندوز دائماً بوجهك فأكيد أنت كمستخدم بتحب أنك تغير الراتين والمظهر اللي بتشوفه قدامك وفي هذا المقطع إن شاء الله راح نتعلم كيف نغير ثيمات المتصفح بكل سهولة قبل ما نبدأ الشرح لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا زر التنبيهات للتذكير عندي قناة ثانية خاصة فقط بالألعاب شروحات الألعاب ترجمة الألعاب إلى آخره أتمنى أنكم تروحوا وتشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات رابط القناة في أسفل وصف الفيديو تمام أصدقائي قبل ما نبلش الفيديو منصلي عن نبي ومنستغفر اللهم يصلي على سيدنا محمد استغفر الله العظيم بداية نفتح متصفح كروم يفتح معنا الواجهة بالطريقة هاي نتوجه على شريط النقاط اللي فوق بعض نتوجه على الإعدادات نتوجه على المظهر خليني أشرح شرح سريع الأشياء الموجودة هون عندك هون الوضع هون الوضع مثلا بدك تحط وضع متصفح فاتح أو داكن تحول معك بالطريقة هاي أو تخليه على مظهر الجهاز خليني نحطه داكن عشان النظر الخيار اللي تحتية بيحكي لك هون عرض زر الصفحة الرئيسية غير مفاعل بدك تفعله وتعطيه هون تفعيل بعد ما فعلنا الخيار هاو على سبيل المثال أنا بدي أحط جوجل يفتح معاي بالطريقة هاي تمام بنسخ الرابط بتوجه على المربع هاو وبلسق الرابط الآن بصير يفتح معاي زر الصفحة هاي بالطريقة هاي زي ما انت شايفين فتح جوجل الآن عندك الخيار اللي تحتية اللي هو عرض شريط الإشارات عرض شريط الإشارات شريط الإشارات زي ما انت شايفين هون بدي أثبت يوتيوب هون ما بدي اضر الاكتب موقع يوتيوب بضغط على النجمة هاي هون وبعطيه تم زي ما انتم شايفين ما ظهر عندي اشي هون هاي شريط الاشارات ما بدك اياب الطريقة هاي بتسحبه وتحطه هون على الشريط الان صار ثابت عندك الان منروح على الشرح الخاص فينا وهو تغيير الثيم الخاص متصفع جوجل كروم نتوجه على المظهر هون فتح سوق كروم الالكتروني هو بوجهك على رابط الثيمات مباشرة عندك هون مليان ثيمات بتقدر تستخدمها لجوجل كروم على سبيل المثال اذا كنت انت او بتحب الالعاب بتحب تحط خلفية لعبة بنحط هنا مثلا على سبيل المثال لعبة غادف وار وبنضغط انتر وزي ما انتم شايفين طلع لي اكثر من ثيم خاص بلعبة غادف وار عجبني الثيم هاد مثلا او هاد بضغط عليه وبتوجه على خيار هنا الاضافة الى كروم نضغط على الاضافة الى كروم ثم انا مش عامل تسجيل دخول اعمل تسجيل دخول وارجع على السريع تمام حبابي زي ما انتم شايفين اعمل تسجيل دخول الآن نتوجه على المظهر وبنبحث على ثيم مثلا خلينا نعمل غادف وار مثلا خلينا نختار هذا الثيم نتوجه على الاضافة الى كروم تمام مصدقائي زي ما انتم شايفين يكتمل تحميل الثيم الآن نتوجه للمتصفح زي ما انتم شايفين هاي الثيم صار راكب جاهز لحاله بدون اي عناء منك في حال الثيم ما عجبك بتعمله هون الازالة من كروم والطريقة هاي بس وبتعطيه ازالة زي ما انتم شايفين رجع اعطاك اضافة بدك تبحث عن اي ثيم ثاني في عندك هون عند المظاهر على اليمين عندك هون سلسلة الاعمال الفنية بتضغط عليها هون الالعاب ورسوم المتحركة بتضغط وبتختار اللي بدك اياه حسب هوايتك بالثيمات بتختار اللي بدك اياه وبتعطيه هون اضافة الى كروم زي ما انتم شايفين نضاف مباشرة ثيم جميل جدا بدون اي مشاكل وعالي الوضوح هذا شرحنا المختصر كان لكيف اضافة اي ثيم بالذكية لغوغري كروم اتمنى ان الشرح يكون نال اعجابكم برجع بذكركم في قناتي الثانية الخاصة في الالعاب فقط لا تنسوا الاشتراك واللايك وفعلوا جرس التنبيهات نلتق في فيديو جديد ان شاء الله